مبارح حدثة سيدة عمرها 34 سنة بتشتغل طبيبة ماتت ماتت ازاي؟ سقطت او اسقطت من الدور السادس في بيتها ليه؟ لانها عيشة وسط ناس تخيلوا انه هم الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر ممثلين الله في الارض دول القانون او فوق القانون هم الدستور وهم حماية المحومات المجتمع وهم اللي بيجوا يكلموا الناس عن الشرف والفضيلة وما الى ذلك ودون التحقق ودون اي شيء طبيبة شابة عايشة في شاقتها بمدينة السلام جا شخص لزيارتها اي مكان بقى محامي طبيب شخص اي حاجة اول حاجة جات في بال الجيران وصاحب العمارة والبواب دي ستة عايشة لوحدها وبيجي لها راجل يا ده يا دقي دي بتمارس الرزيلة هذه سيدة سيئة السمعة لازم نحمي المجتمع من شرها ولازم نخش عليها البيت ولازم نصبت الجريمة ايه ده ايه ده ايه ده قام صاحب العمارة وامراته وحرس العقار واحد من السكان اللي هما يعني تاني الامرين بالمعروف او الامرون بالمعروف اناهون عن المنكر او كما يتخيلون فراحوا اقتحموا الشقة بالقوة كسروا كلون الباب ودخلوا على السد وضفها ضربوا ضرب مبرح وضربوها وهنا بقى احنا مش عارفين رموها من الشباك من الدور السادس ولا هي من الرعب وقعت ولا هي نطت احنا يعني الجزء ده التحقيقات تثبت فيه ما تثبته لانه انا ما عنديش معلومة دقيقة حول هذا الامر المهم انها سقطت او اسقطت من الدور السادس وكانت بكامل ملابسها ست لابسة هدومها هدوم الخروج لابسة هدوم عادي مش لابسة بيجاما مش لابسة اميس نوم مش لابسة هدوم خروج بتقابل ضيف اترمت او وقعت او حصل اي حاجة المهم انها كدمات طبعا توفت قتلت نيابة امرت بحبس المتهمين اربعة يام على زمة التحقيق وضفها المصاب نقلته للمستشفى نتيجة الاصابات الكبيرة